ايه لك في مارس الكرة لحتى هذه اللحظة كانت بعض انا اتكلمت معك على مارس الكرة وقلت لك انه الراجل ده راجل عمل كل الحاجات اللي كان محتاجها لأهل ومعنى انه عملها معناها انه في جزء تقلو احنا ايه مشاكلنا ومهما قلت للمدرب لازم هو يحس بدا فهو عمل انضباط حلو جدا عجبني جدا الانضباط الفني اساسا اثناء الشغل المتشاد والانضباط في التمرين وفي الشغل وانضباط قط اللبس وانضباط مع اللعيبة كل الحاجات دي من اساسيات نجاح التيم صح والتيم الكبير لانه قسرة نجوم وقسرة لعيب رغم انه هو جيه في وقت كل حاجة فوق دماغه صح مطالب انه يقايم لعيبة هتمشي وانه ينظم اللعيبة ولعيبة كانت مصابة ولسه هترجع مخدتش الاسبوعين بطول فترة العدد معه صح فهو قدر ده بشكل داخل دوري وانت مفوت فقد اللقم ماري فقد حاجات داخل على صوبر بعد ثلاث ماتشات انت لعبتهم وده مش وقت كافي يعني هو لعب ماتش الصوبر وكان بقاله ست أسابيع في النادي صح فهو اشتغل عرف المشاكل بسرعة مضيعش وقت نظم الوقت مع جهازه نظم الوقت طبعا إدارة النادي الأهلي تعارف لما بتدي صلاحيات ومعتقد ان ده اداله حرية كبيرة جدا في حاجات وكل شوية هتمكن من حاجات ويطل حاجات كويسة أكتر فنيا بقى انت شايف ايه الملمح يعني شايف ايه هعمل الراجل شايف ان فيه فيه انضباط كويس جدا في اللعيبة انتشار اللعيبة كويس ودي من أهم من ذات الفرقة الكبيرة انه انتشار اللعيبة يبقى كويس في الملعب انضباطهم في النواحة الدفاعية والنواحة الهجومية طبعا تقييم دايما في انضباطه الدفاعي بتشوفه وتقدر تقول لا ده الراجل ده شغال ومنظم الفرقة بشكل كويس على الاقل نظم الديفنس ونص الملع الهجوم انت بتلعب فيه زي ما انت عايز لانه جزء كبير منه بيعتمد على نوعية اللعيبة ومهاراته دي اللي بتضيف للمكان لكن هو طبعا الهجوم لازم يبقى فيه تطوير اكتر شفنا جزء من التطوير ده على كريم فؤاد بدليل انه غير له مكان ومش غير له مكانه وخلاص لأ ونجح انت من اول تغييره هو بينزل في الاسماعيلي كلنا قاعدين بنقول ايه ده محسنش حتى عن نقدك انت هتطلع هتنازل كريم جناح ليه وانت عندك فابتدى يزء باللي عمله كريم التاكلنج اللي عمله كريم وجابه الكرة ده اجتهد شخصي من كريم انت اخذ بالك لكن هو عارف انه هينجح في الحتة دي بعد كده بان في المنشط اللي باتي وطا الله اشتركوا في القناة